ضمن عملية التحول الرقمي أعلنت مؤسسة التدريب المهني بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل إلكترونيا في برامجها التدريبية للعام التدريبي 2023-2024 ابتداء من التاسع عشر من شباط ولغاية الثاني عشر من آذار المقبل ضمن خمسة وثلاثين معهدا مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد مفلح الغرائب أكد في تصريح صحفي أنه تم تفعيل توجيه المهني والإرشاد وربط البرامج المطروحة بحاجات سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن تحديث المناهج وتحسين القدرات الإدارية والفنية للموارد البشرية وبلغ عدد حملة الشهادة العليا الملتحقين في برامج مؤسسة التدريب المهني حوالي 1500 متدرب ومتدربة